خلال جولة برفقة ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن المهندس نبيل عساف قرر وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات استغلال بركة وادي الأبيض في محافظة الكرك لتكون مصدرا لري مشروع تشجير الطريق الصحراوي وتهتم الوزارة بالبركة اهتماما كبيرا باعتبارها نموذجا للحصاد المائي الصحراوي وفقا لما قاله حنيفات كما تدعم الوزارة جمعية الامشيش التعاونية التي تستفيد من بياه البركة لزراعة الأعلاف ومساعدة المزارعين هناك المهندس نبيل عساف وعد بدوره بدعم الجمعية للقيام بمشاريع مستدامة تخدم المجتمع المحلي نحن في وزارة الزراعة من الخالق نقدم قروض بدون فائدي بقيمة 30 ألف دينار للجمعية وأيضا سنعمل على استجرار هذه المياه إلى الطريق الصحراوي لعمل على تحريج الصحراوي واستفادة من هذه الموارد المائية الحقيقة الثمينة بالنسبة لنا في هذه المنطقة وفي هذا التاريخ تأديدا ونحن في شهر أيلول نجد هذه الكميات حقيقة في الصحراء ورغم ضعف الهطول المطري هذا العام هذا مؤشر إيجابي وسنستفيد منه مثل ما بنعرف نحن الهم الكبير هو حصاد المياه وهيدا هون حصاد المياه عم يصير بشكل طبيعي لأنه في مجاري مياه بتصب بها الحفيرة هيدا وبالتالي هناك إمكانية أنه نبني على هالحفيرة الطبيعية بشكل أو بآخر أولا عبر تنظيم استغلال هالمي من جهة نشوف نوعية هالمي اللي موجودة ومدى صلاحيتها للزراعة نشوف 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 نش